المرتفع الجوي السيبيري وعودة الرياح الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل بعد قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نهار اليوم استمرت التيارات الغربية الرطبة بالتأثير في عموم مناطق المملكة وانتشرت كميات من الغيوم المنخفضة التي عملت على هطوزة خات من الأمطار لكن أتبارا من ساعات الليل يتوقع أن تتراجع هذه الرياح الغربية التي دامت عدة أيام وتصبح هذه المرة الشرقية عوضا عن غربية تكون جافة الخصائص باردة الحرارة كنتيجة لامتداد للمرتفع الجوي السيبيري من الشرق وبالتالي هناك استقرار على الطقس متوقع لكن الأجواز تبقى باردة بشكل كبير ونشاط في سرعة الرياح الشرقية استعرض الآن وإياكم الخرائض توزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وخلال اليومين القادمين يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير التيارات الغربية الرطبة القادمة من شرق البحر الأرض لكن اتبارا من ساعات ليل الجمعة على السبت يتوقع أن يمتد المرتفع الجوي السيبيري تصبح الرياح مجددا شرقية جافة تتراجح شدة هطولات وتنعدم ويعود الطقس للاستقرار لكن درجة حرارة المحسوسة ستكون جد منخفضة كنتيجة لهذه الخصائص لهذه المنظومة الجوية التي تكون جافة الخصائص لكن باردة الحرارات التوقعات الجوية للعاصمة عمال لهذه الليلة تسود أجواء مستقرة بشكل عام تتفرق بعض الغيوم خمس درجات مئوية فقط كحرارة مقاسة أما المحسوسة أربع درجات مئوية الرطوبة بدأت تنخفض حوالي تسعين بالمئة بدل من مئة بالمئة التي تسجن خلال الفترة الماضية الرياح تكون غربية لكن تتحول تدريجيا خلال ساعات نهار يوم السبت إلى شرقية جافة نظر الآن لتوقعات الجوية للعاصمة عمال للثلاث أيام القادمة استقرار على التقص اعتبارا من يوم السبت لكن الأجواء تبقى باردة بشكل عام عشر درجات مئوية كحرارة عدم أما الصغرى خمس درجات مئوية يوم الأحاة تناش إلى ست درجات مئوية ويوم الثنين أجواء صافية مع تلتاش إلى سبع درجات مئوية التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم السبت نبدؤها من المنطقة الشمالية عودة الاستقرار على التقص أجواء مشمسة بشكل عام تفرق لبعض الهيوم ونشاط في سرعة الرياح الشرقية هذه المرة المفرق 12 إلى 6 إربة 13 إلى 8 نفس الأجواء والحرارة في جرش أما عجلون 12 إلى 8 درجات مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 13 إلى 7 البلقاء 10 إلى 6 عمان 10 إلى 5 مادة 11 إلى 7 والبحر الميت 18 إلى 14 درجة مئوية مع أجواء مستقرة وتفرق لبعض الهيوم المنطقة الجنوبية أيضا أجواء مستقرة وتفرق لبعض الهيوم الكرك 11 إلى 5 الطفي إلى 10 إلى 5 الشوبك 8 إلى 2 معانا 11 إلى 2 والعقبة 22 إلى 12 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 15 إلى 5 الصفاوي 14 إلى 4 ورويشة 13 إلى 5 درجة مئوية مع تفرق لبعض الهيوم ونشاط في سرعة الرياح الشرقية التي ستزيد من الاحساس بالبرودة إلى نتنتي رشتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة